هي صدفة تكررت منذ محاولة إرهابيين اقتحام السفارة الإيرانية في الأمس القريب دوي انفجار هز العاصمة بيروت راح ضحيته عدد من الأبرياء قبل ساعات من انطلاق مباراة لبنان وإيران في تصفيات كأس العالم 2014 اليوم عاد الإرهاب ليضرب مجددا خلال مباريات كرة قدم من بوابة لبنان انتحاريون فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة في برج البراجنة تزامنا مع إقامة مباراة منتخب الأرز مع لاوس ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأسي آسيا والعالم وقبل أن تضمض جراح المصابين وقبل أن يسجد ضحايا إلى مثواهم الأخير ضرب الإرهاب المتنقل مجددا ووجه بوصلاته نحو القارة العجوز ضحية ساندوني رفعت شارات الحداد على غرار ضحية بيروت الجنوبية بعد أن أربك دوي في جارين بجانب ملعب بارك دو برانس نجوم فرنسا وألمانيا وقف اللاعبون مذهولين واحتجزوا داخل غرف الملابس بعد تعرض أحد مسارح العاصمة باريس والمقاهي المجاورة إلى هجوم مسلح راح ضحيته ثلاثمائة شخص بين قتيل وجريح هجوم الليل سبقه انذار بوجود قنبلة في فندق إقامة منتخب ألمانيا ما استدعم غادرة نجوم المانشفط الفندق المجاورة لملاعب رولونغاروس الإجراءات الأمنية الفرنسية لم تقف حائلا أمام غزوات الإرهابيين أصيبت بعثة أبطال العالم بالهلع ونجا مدافع كريستال بالاس الإنجليزي مارتين كيلي من الموت خلال وجوده في أحد المقاهي التي تعرضت للهجوم ويبقى السؤال عن مصير بطولة أوروبا 2016 التي تصطدفها فرنسا فبعد تفجيرات شارلي أبدو وهجوم سندونيل إرهابي دخلت البطولة الأوروبية في المجهول